كلمنا عن خالد بيبو شوي واحد الاول واحد من اللي اتظلم اتظلم خالد اتظلم اتظلم بجد اولا مباراة الستة واحد والاربع اهداف المباراة الشهيرة اهلي وزمالك ظلمته ظلمته كتير يعني ظلمته في الشهرة في التعامل ولا ما خادش حقه اعلاميا ما خادش حقه بعد كده هو خاد حقه اعلاميا طبعا كواس جدا في المباراة لكن تقييمه ما بعد المباراة اتظلم فيه بشكل كبير جدا انت كابتن خالد من احسن رؤوس الحربة اللي جات في تاريخ مصر اولا الرأس حربة انت محتاج انه يبقى سريع وهداف وهداف طبعا خالد عنده ميزة كويسة اوي انه بيعمل ترنات بنفس السرعة اللي هو بيجري بيها بيغير اتجاهات زي كرويف كده يعني هو بيجري كده سبرينت ويغير كده سبرينت وحريف فهو عمل سنة تقلق فيها غير عادية 2001 وهدف بطولة افريقيا وجاب لنا بطولة افريقيا والسوبر كان متقلق فيه ومباراة الزمالك بعد مباراة الزمالك تحديدا انا حسيت ان فيه ضغط عليه غير عادي الناس عايزة كل مباراة يجيب اربعة تجوال يا ابني انت جبت اربعة تجوال في الزمالك فين يا ابني فهو اتظلم بشكل كبير جدا اولا كان عايز يتعامل نفسيا كويس ايوا خالد بقت الدنيا كلها ضغط عليه ضغط عليه اعلام وتصوير ونجوم ونجوم سوبرستار ونجوم فن ونجوم كورة والناس بقت اربعة تجوال في الناس الزمالك مش قليلة دي بطولة لوحدها بس برضو للامانة واحد من الناس اللي كانت لازم تستنى اكتر من كده لازم تصبر عليها اكتر من كده لازم تعاملها نفسيا احسن من كده هيجينا هنا ان شاء الله ونديله حق اشتركوا في القناة